دونالد ترامب كان له خلافات ربما برزت في الأونة الأخيرة مع أقطاب ومع كبار ركائز الحزب الجمهوري بأنهم تركوه وحيدا في معركة الانتخابات الرئاسية وتداعياتها والطعن المستمر من جانبه حتى لو كان دون سند فيما يخص تزوير هذه الانتخابات هل الأمر علاقة بمستقبل الترشح من الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة؟ وهناك من يرى أن ترامب بالفعل يحظى بشعبية أيا كان تقييمها في الشارع الأمريكي وفي شارع الحزب الجمهوري وبالتالي تصفيته حزبيا قد تكون غاية جمهورية حتى قبل المناكفة مع الديمقراطية هو الحديث على أن هي غاية جمهورية أو الحديث بشيء من الحسم على أن الحزب الجمهوري اتفق فيما بين صفوفه يعني على رفض ترشح ترامب مرة أخرى أو رفض أفعال ترامب مرة أخرى ده عليه كلام يعني إحنا لو جينا نشوف مثلا حتى على مستوى الرأي العام في مركز استطلاع الرأي يوجوف عمل استطلاع رأي لي آراء الجمهوريين في الهجوم اللي حصل على الكابيتول لحد دلوقتي أكتر من 646% من الجمهوريين شافوا أن ما حدث ده إجراء سلمي يعني وصفوه على أنه هو إجراء سلمي في مقابل طبعا كان مؤشر غريب للغاية الصادر عنه قالوا أنه هو إجراء غير سلمي بالضبط بالضبط مؤشر غريب جدا هو مش غريب إذا عرفنا طبيعة التصنيفة بتاعة مؤيد ترامب يعني هو ترامب زي نقدر نقول أنه هو أيقظ الوحش الأمريكي مش الوحش الأمريكي كدولة الوحش داخل صفوف الأمريكان الصورة اللي احنا بنشوفها للولايات المتحدة والمواطن الأمريكي المنتال إمش بتاعته هو الشخص الواعي المثقف اللي بيشوف في الـ CNN اللي بيقرأ الأخبار لكن دي صورة مش حقيقية يعني هي دولة زي زي أي دولة فيها فئات كتير مهمشة كانت الناس كان مرت عليها أجيال كتيرة جدا جدا محدش كان واخد باله منها شافوا في ترامب المنقذ بصرف النظر كمان على البنية النفسية والبناء العقلي لترامب والجمهوريين أو اليمين بشكل عام اللي هما دايما عندهم إيمان مطلق بنظريات المؤامرة أنا حابة هنا أقول حاجة مهمة جدا أني لما يتكلم ترامب عن تزوير الانتخابات هو لا يتحدث على سبيل الدعاية أو إصارة الشغب أو كده هو عنده قناعة قد تكون صحيحة أو خاطئة هو عنده قناعة كاملة إن الانتخابات تزورت هو مقتنع بدأه وأنصاره على فكرة بيتحركوا بدافع إيماني إن في مؤامرة تم ترتيبها ضد ترامب أنا عايز أقول لحضرتك إن أنصار ترامب من اليمين هما متبنيين بشكل مرعب لنظريات المؤامرة في التعامل مع كل الأحداث التي تمر بها الولايات المتحدة لكن هو إذا كان لديه هذا اليقين دكتور عزة فيما يخص تزوير الانتخابات لماذا يلجأ إلى الاتصال ببعض مسؤول الولايات وتحديدا ولاية جورجيا مثلا لمطالبة سكرتيرة عام الولاية بأن تغير مسار أكثر من عشرة آلاف صوت كانوا في الولاية لصالحها هل الأمر مرتبط فعلا بقناعة بأن الانتخابات زورت ولا هذا هو الرهان الأبقى الذي يمكن أن ننضي فيه بعيدا من وجهة نظر ترامب لا لا هو الموضوع هو موضوع الاتصال ده مش منطقي وفيه عليه كتير يعني على ما استفهم كتير أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بصرف النظر عن صحة قناعة ترامب وأنصاره من عدمها هما عندهم اقتناع أن هما مستهدفين وأنه فيه حرب بتشن ضد ترامب وأن اللي حصل ده كله بسبب إزاحة ترامب لتحقيق هما مقتنعين الحزب الجمهوري عنده أجندات بيحاول يحققها ضد مصالحهم أنا عايز أقول لحضرتك لو عملنا تشريح كده ديموجرافي لأنصار ترامب هتلاقيهم كلهم فيهم قواسم مشتركة يعني هتلاقي من الندر تلاقي ملونين بيؤيده ترامب هتلاقيهم الفئات الدنيا اقتصاديا واجتماعيا وتعليميا عشان نكون يعني أكثر أكثر دقة فهم شايفين أن ترامب الشخص الوحيد اللي حدثهم بلسانهم عايز أقول لحضرك أن الدراسات يعني فيه دراسات نفسية كتير اتعاملت على شخصية ترامب وطلعوا توصفات كتير إن هي شخصية نارجسية إن هي بتعاني شكل من أشكال البرانوية أو جنون العظمة لكن فيه دراسة عملت تحليل خطاب ترامب عملت تحليل مضمون لخطب ترامب ولقيت أني السبب في استقطابه للشريحة دي كلها هو بساطة ما يطرحه من حديث وما يطرحه من نظريات يعني هو بيخاطب عقل البواطن البسيط البساطة مرادفة للشعبوية ولا ليس بالضرورة أن تؤدي ذات الغرض لا البساطة قال مرادفة للشعبوية أنا شايف أنه فيه مؤامرة علينا آه هو فعلا فيه مؤامرة علينا آه كل النظريات اللي بتتكلم عن فكرة التآمر وإن إحنا ضحايا وإن دي ترامب أيدها لهم كلمهم زي ما نقدر نقول كده أنه حدسهم بلسانهم كلامهم مباشر جدا بسيط جدا 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 وصل لهم بسهولة جدا وبالتالي كانت النتيجة أنه يحصد أصوات أكتر من 70 مليون أمريكي في الانتخابات وإحنا هزيمة ترامب في الانتخابات لا تعني أنه ما له الشعبية لا هو له شعبية وزي ما قلت لحضراتك أنه أيقظ الوحش وهذه مسألة من شأنها أن تقلق الجمهوريين دكتور عزة أن تقلق الجمهوريين لأن الرجل الذي يتحدث بهذه المفردات وبهذه الطريقة وله قاعدة تتجاوز 72 مليون مصوت خلافا لبعض الآراء الأخرى أن 46% من الجمهوريين الذين استطلع يوجوف أراءهم تذهب حتى لمساندة اقتحام مبنى الكونغرس هذه مسألة تقلق الجمهوريين أنفسهم أم لا؟ ده هي تقلق الجمهوريين وتقلق الديمقراطيين تقلق الجميع يعني هو عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة جدا يعني ولأول مرة دلوقتي بيتكلموا على فكرة أني في قصور تشريع داخل الولايات المتحدة في التعامل مع العمليات العنف والإرهاب الداخل الموجه ناحية الدولة أو مؤسستها يعني انتبهوا الآن لفة الأنظار الآن أن الولايات المتحدة أفراطت في أن هي تتحدث أو تتعامل أو تسوق تشريعات خاصة به العنف اللي جاي من الخارج أو الإرهاب اللي جاي من الخارج أو الاضطراب اللي جاي من الخارج وأغفلوا تماما الاضطرابات أو الهجمات اللي جاي من مواطنين محليين أمريكيين ودلوقتي في نداءات يعادة النظر في التشريعات دي استشرافا أن السلوك ده ممكن يكون متكرر بعد كده وأن هم دلوقتي بيحاولوا يلاقوا على مقياسهم يعني قوانين أو عقوبات على مقياس التصرفات اللي حصلت